الجملة اللي بكررها يومياً نادي الزمالك هو نادي كبير والأهم من نادي كبير هو مؤسسة مصرية عظيمة لما يكون فيه انتخابات في نادي الزمالك في وضع مش أفضل شيء ندعم ونساند ونفرح ونسعد بالحالة الانتخابية الجيدة الرائعة في نادي الزمالك في هذا التوقيت وبالتالي نحن نتابع ونمشي مع المرشحين الجملة الشهيرة اللي بقولها أي واحد نزل يترشح في انتخابات الزمالك في هذه الظروف هو بطل من حيث المبدأ يعني التاريخ هيذكره انه قرر يتحمل المسئولية في هذه الظروف ربنا وفقه وبقى موجود في مجلس إدارة نادي الزمالك فهو محتاج يقدم أوراق اعتماد هذه البطولة انه يحل كثير وكثير وكثير من المشاكل اللي ان شاء الله يكون حلها سريع في نادي الزمالك نتمنى دائماً وأبداً كل حال جيد ورائع لنادي الزمالك واحد من المرشحين الكبار في انتخابات نادي الزمالك في هذه الدورة دكتور حسام المندوها المرشح على منصب أمين الصندوق يا دكتور حسام حقيقي سعيد ومبسوط بوجودك معي أشكرك يا سكريم أنا اللي سعيد جيداً أه برح حضرتك الحمد لله كل بخير الأول أنا التعريف اللي أنا عرفته ده واتمرشح على منصب أمين الصندوق هو حتى هذه اللحظة تعريف صحيح؟ إن شاء الله صحيح بإذن الله ومن خلال برنامج حضرتك برضو بنأكد إن إحنا لنا حق قانوني وهنستخدمه إن شاء الله موجودين في الامتقابات آه يعني المشكلة كانت إيه وتحلت إزاي أو هتتحل إزاي عشان برضو جمهور الزمالك أو الجامعية عمال نادي الزمالك اللي متقسمة خيراً حرارك تنزل تطمن مية في المية إن إنت هتبقى مووض فعز الحق يعني المشكلة فينا في نحن المشكلة في إن إحنا مش عايزين نغير من آلية التعامل بتاعتنا في ملف الزمالك مش عايزين نغير من ما هو حاني كانت على مشهد لما نبص على المشكلة يقال إن عضو مجلس النواب لا يجوز جمع بينه وبين عضوية مكان آخر يعني زي الأندية الرياضية هو طبعاً لا يوجد نص قانوني واضح بهذا الشأن وإن كان هناك نص بكش هنزل أصلاً وأنا يعني عاوز أتعب نفسي ليه واجغة للناس فلا يوجد هناك أصلاً نص قانوني بهذا الشأن خالص ومش بسلاً يوجد نص إنت لو بسيط يمين أو شمال هتلاقي عضاء مجلس نواب كثر في الأندية الرياضية على سبيل المثال مش الحصر وحسام غالي ومحمد الجرحي في الأهلي يعني أصلي ده كده يعني عمر سبباتي في اليوبلس يعني أسماء كثيرة جداً جداً في قهرة وفي المنصورة كانت الحاجة إمام كمان موجود عضو في اتحاد الكورة نائب طرق السعيد في الترسانة يعني أصلي طب أنت وأنتوا عايزين إيه يعني أنتوا عايزين مشكلة وخلاص لهذا النادي مش عايزين استقرار لهذا النادي أنا حقيقي في أول الانتخابات كده أنا بقول أنا شايف مشهد محترم جداً ومتميز في هذه الانتخابات حقيقي هذا المشهد يجب أن لا يعكر لكن هو برضو بيعكر صفه هذا المشهد فكرة الطعون ما في الآخر إحنا جايين نخدم النادي إحنا موجودين تمام مش موجودين حاجين نخدم ما عندناش والله أي هدف آخر غيرنا نحن نخدم النادي فمفيش مشكلة طب أنت عايزين نطعن في بعض ليه وعايزين دائماً وأبداً نخلي الزمالك على بركان يعني ساخن ليه أنا برضو هنا سؤالي دكتور حسام لو تسمح أنا وزمائلنا والأعلميين والمشجعين وأنا تصور حتى الأهلوية يعني النادي المنافس يعني كله دلوقتي بيدور على مصلحة نادي هو عايز الزمالك يبقى شكله كويس مين أنا بعد أفكر كده مين اللي عايز ضر لنادي الزمالك هو أصلاً نادي الزمالك متضر يعني عنده ظروف صعبة مين بقى هيبقى عايزي يزود على ده أنا في وجهة نظري أعداء نادي الزمالك الأعداء بقى دول مكانهم فين جوه برا أعداء نادي الزمالك اللي بيتشدقوا ويقولوا حب منحب نادي الزمالك ما حصلش الحب له علامات يعني الحب له معايير تحبي يعني أنت تخلص للمندي بتاعك أنا كنت أتماني تسلمين الموضوع والصندوق يفرز اللي هو عايزه جمال عمية تفرز اللي هو عايزه طبعاً لكن خلاص حصل اللي حصل والدنيا ماشي فاسد التجاه فإحنا برضو بناخد إجراءاتنا القانونية بحيث نأمن الموقف الانتخابي ده رقب واحد ده اللي يهمنا جداً 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 عشان برضو استقرار النادي ثم نأمن نفسنا احنا بحقونا القانونية وده ده أنا كنت مش متخيل أبداً أنا هكون في برنامج رياضي أتكلم عن بالضبط بالضبط لا هكلمك بأمانة شديدة بحل صح لا هكلمك بأمانة شديدة احنا بقالنا سنوات وسنوات مع نادي الزمالك نتحدث فيها عن أمور قضائية وقانونية أكتر من الأمور الرياضية ولا حاجة تحزلنا جميعاً تحزلك أنت راجل في نادي الزمالك وتحزلنا كمان كناس بتشتغل في الأعلام علامة غير جيدة صحيح علامة تقول لا تطامن حقيقي أن احنا هنحافظ على مستقبل نادينا مضبوط احنا كلنا وإحنا برضو يعني كلنا بنشارك قلنا المرحلة جاء دي مرحلة بنا المجلس اللي ربنا يوفاو الجميع يلتف حوله والمجلس اللي ربنا يوفاو واجب عليه يستوعب برضو الجميع واجب عليه يمدي إيده عشان يستوعب الجميع ولكن واضح أن فيه ناس من ضمن الجميع مش عايزين الكلام ده مش عايزين استقرار للنادي